المرحلة الأولى من مراحل أكسادة الجلوكوز هي انشطار الجلوكوز أو ممكن نقول عليها تحلل الجلوكوز وفي المرحلة دي الجلوكوز بيقسم لجزئين يعني الجلوكوز بيحتوي على 6 زرات كربون بينقسم ويتحول إلى جزئين كل واحد فيهم بيتكون من 3 زرات كربون انشطار الجلوكوز بيحصل في حالة التنفس الهوائي أو التنفس اللاهوائي لأن انشطار الجلوكوز مش بيتطلب وجود أكسجين وبيتم انشطار الجلوكوز في الخلية في السيتوبلازم بالتحديد في جزء اسمه سيتوزول يعني الجزء أو المنطقة غير العضية في السيتوبلازم فإبقى كده السيتوزول هو منطقة موجودة في السيتوبلازم مش بيحتوي على أي عضيات تعالى كده نجيب موضوع انشطار الجلوكوز من الآخر ونفهم من خلاصة وبعد كده نرجع نفهم خطوة خطوة الجلوكوز هو جزء سداس الكربون بيحصله انشطار وبينقسم إلى جزءين الواحد منهم سلاسي الكربون وهو حمض البيروفيك يعني كده الجلوكوز الواحد بينقسم إلى اتنين حمض بيروفيك وبيخرج لنا طاقة مقدرها اتنين اي تي بي زائد كمان ان بيكون فيه اتنين ناد موجب بيحصل لهم اختزال وبيتحولوا الى اتنين ناد اتش فتبقى المعادلة كالتالي الجلوكوز بيدخل والرمزه C6H12O6 وبيخرج لنا اتنين حمض بيروفيك وحمض البيروفيك رمزه C3H4O3 وحنا بيخرج لنا اتنين حمض بيروفيك زائد اتنين اي تي بي كده طبقا للمعادلة دي فاضل اربع زرات هيدروجين بيتم بيهم افتزال جزئين ناد موجب بحيث ان كل جزئ منهم بياخد اتنين هيدروجين فبيتحولوا الى اتنين ناد اتش حمض البيروفيك بعد كده بيدخل الى الميتوكوندريا في حالة وجود الاكسوجين علشان يكمل الموحلتين الباقيين من التنفس الخلوي واللي هم دورة كريبس وسلسلة ناق الالكترون بس علشان حمض البيروفيك يدخل الى الميتوكوندريا لازم ياخد معاه تسكرة الدخول واللي هي الاكسوجين لكن لو ما فيش اكسوجين مش بيدخل حمض البيروفيك للميتوكوندريا ويبقى كده تنفس لاهوائي وهنشرحه بعدين المهم دلوقتي تعالى نفهم مجموعة التفاعلات اللي بتحصل اثناء انشطار الجلوكوز قلنا ان الجلوكوز فيه 6 زرات كربون هنرقمهم من 1 ل 6 علشان نكسر الروابط بين زرات الجلوكوز محتاجين للطاقة بناخدها من جزاء الـ ATB فبنمسك جزاء الـ ATB ناخد الطاقة اللي فيه فبيتحول الى ADB زائد مجموعة فوسفات مجموعة الفوسفات دي بتمسك في زرة الكربون رقم 6 في الجلوكوز فيبقى اسم جلوكوز 6 فوسفات بس الجلوكوز ما عجبوش الوضع ده علشان ما بيحبش حد يمسك فيه فبيتحول الى فراكتوز ويبقى كده اسمه فراكتوز 6 فوسفات الفراكتوز وضعه غير الجلوكوز لما بيلاقي الوضع ده بيقولك طيب بتجبولي كمان مجموعة فوسفات من الناحية التانية وعلشان نجيب له مجموعة فوسفات بنقصر تاني جزاء ATP ويتحول الى ADB زائد مجموعة فوسفات مجموعة الفوسفات دي بتمسك في زرة الكربون رقم 1 فيبقى كده الفراكتوز اسمه فراكتوز 1 6 فوسفات لان كده زرة الكربون رقم 1 ماسك فيها مجموعة فوسفات وزرة الكربون رقم 6 ماسك فيها مجموعة فوسفات الاتنين بيتخنوا مع بعض وكل واحد بيشد من ناحيته فبينقسم الفراكتوز 1 6 فوسفات الى اتنين جزيج اسمهم فسفو جليسرالدهايد وجزيج الفسفو جليسرالدهايد الواحد بيكون فيه 3 كربون تعالوا نقول تاني كمان مرة علشان بنتلغبتش احنا قلنا ان جزيج الجلوكوز بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات بعد كده الجلوكوز 6 فوسفات بيتحول الى فراكتوز 6 فوسفات بعد كده بيتحول الى فراكتوز 1 6 فوسفات الفراكتوز 1 6 فوسفات بينقسم الى اتنين جزيج فسفو جليسرالدهايد الجزيج الواحد فسفو جليسرالدهايد بيحتوي على 3 زرات كربون واحنا كده عندنا اتنين جزيج فسفو جليسرالدهايد بعد كده الى اتنين جزيج فسفو جليسرالدهايد بيحصل لهم اجسادة فبيتحولوا الى اتنين حمد بيروفيك وبينتج اربعة ATB فبنرجع الاتنين اللي استهلكناهم في الاول ويتفضلنا اتنين ATB وبيحصل اختزال لاتنين جزيج مرافق انزيم اللي هو اتنين ناد موجة فبيتحولوا الى اتنين ناد اتش وبكده تنتهي مرحلة انشطار الجلوكوز وبيبقى كده اجمال الطاقة النتجة من مرحلة انشطار الجلوكوز هي اتنين ATB وكمية الطاقة دي مش بتكون كفاية علشان الخلية تقدر تقوم وظيفتها الحيوية فبيبدأ حمد البيروفيك بعد كده يدخل الى الميتوكوندريا في وجود الاكسجين علشان ينتج لنا طاقة اكبر من اللي تم انتاجها في المرحلة الاولى ومن هنا بتبدأ المرحلة التانية من اجسادة الجلوكوز وهي مرحلة دولة كريبس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر